اهلا بكم متابعين قناة حكاية شيري هكمل لكم الحكاية لكن قبل ما ابدأ بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وياريت لو تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد دحكت مهتاب وقالت لحمد بصخرية وغل بقى حاجة زي دي ما تعرفش تعملها حتة بيت زي دي مش عارف تقتلها غضب جدا من صخريتها وقال دي مش حتة بيت يا مهتاب دي مرات رستم وقال لانتي مش واخد بالك اتجهلت كلامه وهي بتزود الطين بلا وقالت لأ وإيه اللي انتو المفروض جايبين ويقتلها خدعكو كلكو وغدر بيكو بكل سهولة ضغط حامت أكتر على أسنانه وقال هتشوفي يا مهتاب هعمل إيه هتشوفي وخرج باندفاع من القوضة ووقتها اترسمت على وشها ابتسامة خبيثة وده طبعا اللي هي كانت عايزاه فضلت تستفزي فيه علشان يشوف حل تاني للتخلص من ياسمين ويشفي غليلها وفي فيلا رستم كانت ياسمين قاعدة مع رستم وقالت ليه اللي اسمه حامد ده بيحقد عليك كده وفي الحقيقة ياسمين سألت السؤال ده علشان تفهم سبب اللي بيحصل حواليها لكن رستم ما كانش عايز يعرفها حاجة علشان ما تتوترش اكتر من كده واتكلم بهزار وقال اه بيحقد علي علشان اتجوزت قابله لكن ياسمين اتغازت منه وخبطته وهي بتقول ده انت في سن بنته وقتها سمعوا دوشة واصوات عالية من ناحية الجنينة رستم قام بسرعة يبص من الشباك علشان يعرف ايه اللي بيحصل ولقى حامد ورجالته بيقطحموا الفيلا راح لياسمين بسرعة واخدها من ايديها وقال لها تعالي بسرعة قالت بخوف هو في ايه لكن رستم ما ردش عليها وبعد ما نزل تحت قابل منا اخت احمد ودد صفية وقال لهم تعالوا معايا بسرعة واخد التلاتة لقضة المكتب وقفل عليهم علشان يحميهم من اي خطر وخرج بسرعة للجنينة وبعلو صوته قال ايه حامد جت اخرج خلاص كانوا كل رجالة حامد واقفين ومحوطين المكان ومستعدين لضرب الرصاص في اي وقت وبسرعة انتشروا رجالة رستم في المكان لكن من غير ما حد منهم يرفع سلاحه جاي بعصابتك وجاي على هنا ليه يا حامد رفع حامد سلاحه في وش رستم وقال كفاية عليك كده في الدنيا يا رستم وضحك بسخرية وهو بيكمل كلامه وقال له بالمناسبة رجالتك خايفين يرفعوا سلاحهم حتى حسان مش موجود في المكان ابتسم رستم وهو بيقول له انا هخليك تتمنى ان الرجالة دول كانوا رفعوا سلاحهم وان حسان كان موجود قلق حامد جدا من كلام رستم ومن ثقته ازاي ده في طريقة مواجهته ليه لانه ما كانش عارف ايه اللي بيفكر فيه ولا نوي على ايه كمل رستم كلامه وقال نزل سلاحك وخلي عصابتك تنزل سلاحه ضحك حامد بسخرية وهو بيحاول يداري خوفه وقال بتتكلم وكأننا تحت امرك اخر تحذير لك يا حامد نزل السلاحه حسن لك جاوب حامد بعنده وقال مش هنزله هو اللي عندك يعمله تمام خليك فاكر ان انت اللي اخترت يا حامد وفجأة سمعوا كلهم صوت زقير قوي ولسه بيبص على مصدر الصوت لأ الاسد بيقرب منه جاري من كتر الرعب والخوف وبالتالي رجالته جاري وهم كمان لحد ما معظمهم بقوا خارج الفيلا وأثناء اللي بيحصل ده حاول واحد من رجالة حامد اصابت الاسد برصاصة لكنه ما نجحش في اصابته من كتر ارتباكه ده غير ان الاسد حركته سريعة جدا وبسرعة هجم على رجالة حامد اللي من ضمنهم رجل المخلص وبعد ما الاسد بهدلهم وقتموا مهمته بنجاح قرب رسته من الاسد يتطمن عليه وهو بيقول حد يشوف لي حسان اختفى فين واتصلوا بالدكتور البيطاري بسرعة وأثناء مكانه الرجال اللي بيدوروا على حسان لقوا مرمي على الأرض وأحمد بيحاول ينعش قلبه رجع واحد منهم وهو بيجري وقال رسته مباشا رسته مباشا حسان تصاب اتكلم أحمد وقال اجمد يا حسان شوية الإسعاف هيوصل هو وجري رسته من يشوف ايه اللي بيحصل وفضل ينادي بلهفة وقال حسان يا حسان وبعدها حسان غاب عن الوعي ولسه هيروح رسته معاه افتكر ان ياسمين محبوسة في قوضة المكتب ودخل رسته بسرعة ولقى ياسمين غايبة عن الوعي هي كمان في حضن دادة صفية ومنا منهارة من العياط وده لما سمعه صوت ضرب الرصاص واستدعى رسته من الطبيب المعالج لياسمين وبعد الكشف طمنه وقال له ما تقلقش من حاجة يا رسته بيه المدام والجنين في حالة مستقرة بس ياريت تبقى بعيدة عن التوتر والضغط العصبي بعدها راح رسته يطمن على حسان اللي كان بين الحيا والموت وسأل أحمد ازاي حسان تصاب وحكاله أحمد إن واحد من رجالة حامد هو اللي ضرب عليه نار وهو بيسيب عليهم الكلاب بعد ما شاف إن الأسد أخد رصاصة لكن سألوا أحمد باندهاش وقال ليه ما حدش من رجالة ضرب نار على رجالة حامد من البداية جاءوا برسته مع ليه وقال له لأن البوليس هيعرف اللي حصل ده ده أقل حاجة ممكن تحصل إن بنت حامد تبلغ باللي حصل لكن يعيني أبوها اللي هيشيل الليلة كلها ووسط زهول أحمد كمل رستم كلامه وقال لا أنا ولا رجالتي ضربنا نار حامد هو اللي تهجم على بيتي في نص الليل وضرب نار والأسد كان برى القفص في الوقت ده وخرج الدكتور مرهك من غرفة العمليات وقال الحمد لله العملية نجحت وقدرنا نخرج الرصاصة ورجع رستم البيت بعد ما اطمن على حسان ودخل قطه لكن إن حد يوجع قلبي عليكي وعلى ابني ما ينفعش أسكت ولا أعدي اللي حصل بسهولة وتمر الأيام ويدخل سليم على رستم مكتبه ويقول له رستم عرفت إن حامد ليه عشيقة اسمه معتاب ويفتكر رستم الاسم وإنها هي نفس البنت اللي سرقت الملف من ياسمين وكانت عايزة تنتقم منها وهو واخد قرار إنه مش هيرحمها ولازم ينتقم منها وعند بوابة الفيلا على فين يا أنسة قالها أحمد لرين وهي بتحاول تدخل بصت له رين بتكبر وقالت على جوة والله تسدقي كنت بحسب على برة كانت بتبصله بإعجاب بتحاول تدريه من شدة وسمته ردت علي براخامة وقالت له فعلا رد عليها ببوادر غضب من طريقتها المستفزة وقال لو ما تكلمتيش جد يا أنسة مش هتدخلي دحكت بصوت عالي وقالت يبقى مشي وتحركت ومشيت وأحمد واقف مندهش جدا من طريقتها وفجأة خطفت سلاح من واحد من حراس الأمن الموجودين ووجهته في وش أحمد وقالت هتدخلني ولا لأ وقبل ما يجاوب أحمد واجهت السلاح في وش الحرس اللي خطفته منه وقالت افتح الباب وفتح الحرس البوابة بسرعة ودخلت وهي لسه ماسك السلاح وقبل ما تكمل طريقها لقت اللي بيقول نزل سلاح لفت لمصدر الصوت واللي كان أحمد وهو ماسك السلاحه وموجهه لراسها وهاخده كمان علشان عجبني في الحقيقة من جوا كان معجب جدا بشخصيتها الشرسة جري عليهم واحد تاني من الحراس وقال أنيسة ريم دي أنيسة ريم يا أستاذ أحمد أختي ياسمين هانم رد أحمد وقال لها وما قلتيش كده لن الأول بصت له باستهزاء وقالت مزاجي رايق حبيت ألعب شوية تلعبي كان ممكن أضربك بالنر وتقولي لي تلعبي ردت عليه بسكة وقالت والحد هنا خلصت الحلقة دي استنوني الحلقة الجاية علشان تعرفوا إيه اللي حصل وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد دمتم في أمان الله